مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ملخص الأحوال الجوية انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله طقس بارد وغائم جزئي إلى غائم وأمطار تبدأ إن شاء الله على فترات تبدأ بعد منتصب هذه الليلة في المناطق الشمالية تمتد يوم الأحد لتشمل تقريبا المناطق الشمالية والوسطى وبعض أجزاء من المناطق الجنوبية مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت أثير كتلة هوائية باردة نسبية ورطبة تؤثر على المملكة على شكل رياح غربية رطبة وبالتالي تكون الأجواء رطبة وغائمة جزئيا وماطر على فترات أما الخرائط التي تمثل الهطولات وأماكن الهطول فباللاحظ أنه بعد منتصب الليل تبدأ الهطول في أقصى شمال المملكة وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد تمتد تدريجيا من المناطق يتمثل أيضا المناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية أحيانا تكون غزيرة وأيضا بيستمر هطول الأمطار تقريبا حتى يوم الاثنين ولكن يوم الاثنين تقل الهطولات تدريجيا لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة غائمة أيضا هناك أمطار بعد منتصف الليل تبدأ في المناطق الشمالية تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى الحرارة الصغيرة المتوقعة سبعة لكن الحرارة الملموسة بحدود أربع درجات إذن أجواء باردة أيضا الرطوب مرتفعة إذن هناك ممكن يصير بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر غيوم ملامسة لسطح الأرض وضباب وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة الأحد أجواء باردة غائمة ماطرة على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية العظمى المتوقعة في عمان تسع درجات والصغرى ست درجات أيضا أثناء الليل أجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات وبتستمر أيضا يوم الأثنين لكن بشكل أخف وأقل الأمطار بتكون وتتناقص الأمطار وتختفي تدريجيا خاصة بعد الظهر ومساء يوم الأثنين والحرارة العظمى المتوقعة يوم الأثنين بحدود تسع درجات والصغرى ست درجات يوم الثلاثة بداية للاستقرار على الأجواء وبداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لكن يوم الثلاثة تبقى الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا العظمى المتوقعة 12 والصغرى ست درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى نبدأ في المناطق الشمالية أجواء باردة وغائمة وماطرة اربط 14-9 عجلون 11-8 وجرش 13-8 المفرق 12 إلى 6 درجات مئوية المنطقة الجنوبية البلقاء 10-7 مادبة 9-6 عمان 9-6 البحر الميت 19 إلى 14 درجة والزرقاء 13 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الجنوبية هناك فرصة لبعض الأمطار في الكرك والطفيلة وجبال الشراح أجواء باردة وغائمة وماطرة أحيانا الكرك 10-7 الطفيلة 9-4 وشراء 6 إلى 2 بمعان 10 إلى 4 وخليج العقبة 20 إلى 4 درجات مئوية المنطقة الشرقية أجواء باردة أيضا وماطرة على فترات الأزرق 16-7 الصفاوي 15-6 أرويش 16 إلى 7 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر